ربما الآن نتابع وعلى المباشر بطبيعة الحال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سيد شرفي رفقة الرغب في التراشح عزدين ميهوبي تتابعون على المباشر الآن لحظة وصول هذه الصور وبطبيعة الحال اليوم يعد عزدين ميهوبي أول متراشح أو راغب في التراشح يودع ملفه لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية توقيع بطبيعة الحال على ملف التراشح عزدين ميهوبي خلينا نتحثوا ربما اليوم يعلن رسميا عزدين ميهوبي تراشحه لرئاسية الثاني عشر ديسمبر ومثل ما تتابعونه في هذه الصور وهو مجتمع برئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إذن متابعين الكرام رسميا عزدين ميهوبي يتراشح لرئاسيات الثاني عشر ديسمبر في انتظار إعلان عن رسميا بطبيعة الحال في ندوتها الصحفية المقررة بعد قليل لتراشحه رسميا للانتخابات إذن متابعين الكرام تتابعون الآن وعلى المباشر عبر قناتي النهار أول تراشح أو الإداع بطبيعة الحال أو الإداع ملف تراشح لشخصية وطنية وأيضا هو يعد الأمين العام لتجمع الوطني الديمقراطي عزدين ميهوبي تقلد عديد المناصب في السنوات الفارطة ومنها وزير الثقافة في حكومة سابقة اليوم يعلن تراشحه لرئاسة الجزائر سنتابع بتفصيل متابعين الكرام بعد قليل الندوة الصحفية التي سترأسها بطبيعة الحال عزدين ميهوبي